أستاذ المشاهدين مساء الخير لكل معاملي قناة النهار أكيد نتمنى يعني مزيد من التألق والنجاح لقناة النهار بمناسبة السنة الثانية عشر لإطلاق وإنشاء قناة النهار طيب ويلتحق بي أيضا سيد محمد بن يطو يلتحق بي الدكتور رضوان بالخير بخير عفوا أستاذ العلوم والإعلام والإتصال بجامعة بسة دكتور أستاذ الخير أهلا بك أستاذ خير الأخ بلال شكرا جزيلا لكم على هذا الاستغافة شكر موصول لكيف التاقم النهار ولضيفك الكريم دكتور بن يطو سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا الاستغافة شكرا جزيلا لكم وأهنيكم بهذه السنوية التي كانت انتلاقة موفقة لقناة النهار بتاريخ 6 مارس 2012 وهي اليوم تنير شمعتها التي ان شاء الله لم تنطفي أبدا ان شاء الله البداية استكون معك سيد رضوان بالخيري اليوم لما نتحدث على قناة النهار نتحدث وبدون حرج أنها كانت قناة مصداقية وفت ودائما متوافي الأحداث بكل جوانب بتغطياتها وأيضا بنقاشاتها وأيضا تحقيقاتها في المواضيع قبل سردها ونقلها للمجتمع الجزائري سردها لما نتحدث عن الجريدة والموقع الإلكتروني ونقلها بصوت وصورة لما نتحدث على القناة الإخبارية نعم شكرا جزيلا الحديث عن قناة النهار يتحدث أو ينزمنا الحديث عن الاحترافية ينزمنا الحديث عن الانتقال النوعي من الورقي إلى السمعي البصري والتي تعد مكسب حقيقي للجزائر وللمواطن الشغوف للإطلاع الشغوف لحب المعرفة وبالتالي أنه سجلت قناة النهار وجودها سجلت حضورها بامتيال تنتقالها من الجريدة من الورقية ومن النسخة الورقية إلى العمل السمعي البصري من خلال تغطياتها لكافة الأحداث من خلال تواجدها الدؤوب من خلال تواجدها في عديد المحطة في عديد التظاهرات في عديد الأحداث التي تسجل دوما اسمها تسجل دوما تواجدها عبر مرسليها عبر ثلة من الصحفيين المحترفين عبر كادر مؤهل لقيادة قناة النهار إلى بر الأمان الحمد لله اليوم لما نتابع أو نعود إلى الأرشيف نجد انتقالة ممتازة أين كانت قناة النهار وأين أصبحت اليوم الحمد لله سجلت حضورها بامتيال لأن الانتقال في مجال العمل السمع البصري خاصة على وجه الخصوص العمل السمع البصري يتطلب صبر يتطلب دؤوب يتطلب عمل باستمرارية وبالتالي لكي تحقق هذا النجاح يجب أن يكون هناك تضافر للجهود يجب أن يكون هناك نشاط يغطي تطلع المتلقي لأن المتلقي كما ندرسه في الإعلام هو يحب دوما التعرف إلى كل ما هو جديد يحب دوما التعرف إلى الأحداث التي تسير وتجري هنا وهناك وبالتالي كانت قناة النهار تغطي هذه الأحداث وتعطي الحق دوما خاصة متعلقة بالسبق الصعفي التي كانت لها الريادة في ذلك سأعود لك دكتور دوان بعد قليل حتى نشرك دكتور محمد بن يطو دكتور الجزائر عاشت قبل 2012 كانت تعيش لأحادية إعلامية إن صح التعبير فبعد 2012 تعددت القنوات وتعددت أيضا المواقع والقنوات الإلكترونية وغيرها من الوسائل الإعلامية ففتحت الإعلام أو نوع جديد من الإعلام لم نكن ننتظره في الجزائر ولعل النهار كانت سباقة في ذلك في مجال الإخبار أكيد قناة النهار كانت قناة تعبر عن أو تقدم كل ما هو جديد وكل ما هو مهم بالنسبة للمواطن سواء خصوصا فيما يتعلق بالأخبار سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما نها قد كانت المصدر الرسمي للكثير من القنوات تحت الأجنبية في استقصاء الأخبار التي على الساحة الوطنية وبالتالي هذا المسار الحافي الذي نجده اليوم فيما يتعلق بقناة النهار هو نتاج لسياسة أولا الانفتاح الإعلامي للجزائر سواء بعد تعدد الحزبية وظهور وسائل الإعلام خاصة على الساحة سواء المقروعة أو المرئية التطور نحو القنوات المرئية والتي لم نكن نعرفها قبل سنوات الألفينات أو 2012 كما ذكرت نذكر أنه أصبح كان لزاما على الجزائر أن تواكب التطور الإعلامي الموجود على الساحة العالمية في ظل وجود وسائط إعلامية اليوم أصبح غير ممكن أن نحجر على إنشاء قنوات تلفزيونية وبالتالي أصبح الحق في الإعلام المتعدد أكثر من ضرورة بالنسبة لسواء الدولة الجزائرية أو بالنسبة للمواطن الذي يكفل له الدستور الحق في الحصول على المعلومات الإخبارية أو غيرها من المعلومات التي تقدمها القنوات التلفزيونية قناة النهار حتى نكون موضوعيين وإن كنا اليوم ضيوف على قناة النهار ونشاركها هذا الحدث إلى أننا نلاحظ أن بكل موضوعينا قناة النهار كذلك كما عبر عنه السيد مدير قناة النهار الأرقام اليوم تتكلم عن قناة النهار وعلى ريادة قناة النهار بالنسبة للمجال الإعلامي في الجزائر قناة النهار لاحظ أنها كان لها أعتقده شخصيا مجرد تحليل أنها لها كان خطين قبل وبعد أحداث 2019 كانت أكثر منها قبل 19 قناة رسمية وهذا ليس عيبا في القناة أن تختار أن تكون لها خط معين هذا شيء لا يمكن أن نعيبه على قناة النهار بعد 2019 لحظنا أن هناك تطور أكثر أصبح أكثر فاعلية أكثر مسناقية أكثر حيادية هذا التطور نحن اليوم نشجعه ونتمنى أن تواصل قناة النهار في تقديم المعلومة الصادقة والحيادية في نقاشتها في مواضعها فيما تطرحه للمواطن اليوم طيب سأعود لديوفي الكرام للنقاش ودائما نعرض عليكم بعد تصريحات المواطنين الجزائريين بهذه المناسبة لعيد ميلاد القناة الإخبارية الأولى في الجزائر قناة النهار موسيقى 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 وهذا يمكنني أن يدعي القسل العربية إلى حكومة القوانون ونحن نحن نفرح أيضاً على صفحات المتحدة ومن المپرسل عندنا أن يدعى المسؤول الخاص بخصوص الحكومة واحدة وعائدة الحكومة والحكومة يوم جميل بحضور قناة عزيزة على القلوب هي قناة النهار التي نحن كمواطن وكمشاهد جزائري سعداء جدا بحكم أنه منبر يحتوي على كمية نسبة كبيرة من الصدق ومصدقية الخبر ومصدقية المعلومة ومصدقية النهوض بالشارع المواطن الجزائري قناة إخبارية عندها تغطية كبيرة عبر التراب الوطني كامل وعندها برامج متنوي عربي بارك برامج ثقافية برامج رياضية وانتمنىكم ان شاء الله توفيق والسداد ان شاء الله بغض النظر على أنها القناة الأولى الإخبارية للجزائر إلى أنها قناة عائلية بامتياز وخاصة في شهر الفضيل نشاهدها دوما مع العائلة مع الأصدقاء مع أكذاب بدون إحراج وبدون أي شيء بسبب القناة النهار هذه يعني رهي تعطي في يعني توضيحات وفي يعني رسالة وتدي رسالة على المواطنين يعني بما تم يعني الكلمة أهلا بكم من جديد متابعين الأكارم ومواصلة لهذا النقاش وهذا الموعد الإخباري دائما في عيد ميلادها الثاني عشر قناة النهار تجدد العهد بمواصلة الجهود لتصدر المشهد الإعلامي إلى الدكتور أردوان بالخير دكتور العديد من راهنا على أن هذه القنوات الخاصة وعلى رأسها قناة النهار أن تفشل خاصة بعد اعتمادها على خريجية الجامعات بالدرجة الأولى وليس الصحفيين المغمورين أو ذوي الخبرة طويلة فاليوم نشاهد بأنه من سنة 2012 إلى غاية اليوم مدة 12 سنة كانت كثيرا ما تعول على خريجي الجامعات وهذا ما يحزب لهذه القناة نعم الأخ بلاد أنه أي الأمور الأصعب وهذه البداية يعني الصعب هو انطلاقها كما جرت العادة أنه عديد وسائل الإعلام في بداياتها الأولى تعتمد على من هم ذوي خبرة حتى ولو لم يكن في التخصص حتى ولو لم يكن من خريج الجامعة إلا أنه يعتمد على الدرجة الأولى الخبرة لكن انطلاقة قنوات خاصة قناة النهار كانت بداياتها بعديد الصحفيين المتمرسين والذين هم ممكن منهم من حتى غادر القناة ممكن من توجه إلى حياة أخرى لكن فيما بعد حاولت أو اعتمدت استراتيجية جديدة وهي الاتكال والاعتماد على خريجي الجامعات في التخصص وهذا هو المنشود هذا هو المطلوب الذي نحتاجه ولعل رسالة سيد وزير الاتصال مؤخرا بروفيسور محمد العقاب الذي قال بأنه يجد إعطاء الإعلام لذوي التخصص لذوي الشهادات العرية وهو ما كان وما بادرت به قناة النهار بإعطاء الأولوية وإعطاء الفرصة لأصحاب الشهادات ولعل مؤخرا ما جادت في قناة النهار من إعلانات في توظيف إلى غير هذه القناة كلها ترتكز على ضرورة وإعطاء أولوية قصوى لأصحاب الشهادات خاصة من التخصص وهو ما نحتاجه لأنه إذا استدرجنا أو إذا استحبنا صح فيه لا يجيد كتابة المقال أو لا يجيد ابتتاحية أو العمود وبالتالي سنقع في إشكال أو لا يجيد التحكم في المصطلحات الإعلامية وبالتالي هذه القفزة التي انطلقت بها النهار كانت أتت إثماء ثمارها وأتت أكلها ولو حتى بعد مدة لأنه الاعتماد على ذوي الشهادات أعطى أكلها هو أتى أو أتى بأكله أكله أيضا الحديث مرة أخرى على الجانب التحريري أو السياسة التحريرية لقناة النهار التي اعتمدتها لعل المتتبع للشأن اليومي للمتلقي والمشاهد الجزائري لما تعرض بعض البرامج لما تعرض كذا نجد ثورة نجد زوبعة لكن هذا المواطن لا يعي ولا يفهم بأنه أنه هذه تدخل في بروتوكول السياسة التحريرية في الخط الافتتاحي للقناة أنه يجب أن يكون هناك تنوع في المضامين وهو ما أشهد في أيضا نفس التوجه السيد وزير الإتصال يجب أن تكون هناك مواطن أو متنوعة مضامين متنوعة لكن الذي نسعى إليه هو أن تكون هذه المضامين هادفة سواء كانت مضامين دينية أو اجتماعية سياسية اقتصادية إلا أن غايتها الوحيدة هي أن تكون هادفة تكون في صب الإصلاح في صب التوجيه في صب الإرشاد في صب النصح إلى غيرها وهو ما نجده في مختلف غلال البرامج مختلف المضامين التي تعرضها وتقدمها قناة النهار بصفة دورية بصفة يومية بالتالي توجه لإرضاء المواطن وإرضاء المتلقي لا يتوقف على التلوع بل يتوقف على الرسالة التي تقدمها هذه المضامين سأعود لك سيد دردوان بالخير دكتور محمد بن يطو اليوم تحدثت على خرجية الجامعات وما أحوجهم إلى منصب عمل حتى يتم ربما انطلاق الحياة الفعلية لهذا المتخرج من الجامعات أتذكر جيدا وأنا الذي شغلت واشتغلت هنا بقناة النهار لسنوات عديدة أتذكر 2014 حين كان هناك توظيف على مبدأ الشهادة أولا ومبدأ بعض المعلومات التي كانت بحوزة الطلاب نتذكر أنه كان 700 طالب من خرجي الجامعات توجهوا للقناة سنة 2014 من أجل التوظيف الكل كان ينتظر في التوظيف أن يكون هناك دوي خبرة يعني صحفيين دوي خبرة طويلة لكن النهار كانت لديها سياسة واضحة ألا وهي استقطاب الكفاءات من خرجي الجامعات أولا فكان هناك توظيف لعدد من الصحفيين المحترفين ولدي نشاهدهم سواء هنا متواجدين لازالوا معنا أو حتى في قنوات أخرى في الحقيقة الشيء الذي يشد أو يشد انتباهي في قناة النهار سواء في طاقمها من العاملين الصحفيين أو من طاقم التقني أنها طاقم كله شاب شيء جد محفز ومشجع جدا بالنسبة للشباب المقبلين على مهنة الصحافة لما تكلموا على الصحافة أنا نظن أنها موهبة أكثر منها تعتمد على موهبة الصحفي شيء يكون بالفطرة وليس لمجرد التخصص أو الشهادة أكيد أن الشهادة سوف تزيد في قدرات وتسقى المواهب الصحفي ولكن يبقى أن عمل الصحفي يرتكز دائما على موهبته في تقديم أحسن مادة للمتلقي سواء عبر المواضع التي طرحوها أو عبر ثقل النقاشات التي يثيرها داخل المجتمع وبالتالي قناة النهار أعتقد أنها أعطت فرصة كبيرة جدا للكثير من الصحفين سواء كما قلت الموجودين حاليا مع القناة أو الذين نشاهدهم اليوم في قنوات أخرى يبقى فضل قناة النهار على هؤلاء أنها أعطت الفرصة الأولى للوقوف حتى نعبت دور التكوين أكيد أنها نقدر أن نقول أنها كانت محطة هامة جدا ما بين الحياة الجامعية أو الدراسية والحياة العمليالي وكانت الجسر الآمن لكثير من النجاحات للصحفين الذين مروا عبر قناة النهار لاحظنا بداية النهار أنها لم تعتمد على الخبرات أو الكبيرة التي كانت موجودة في الساحة الإعلامية ولكن كنا مذهولين ومشدودين للطاقم الشاب الذي كنا نتابعه عبر قناة النهار اليوم أنا كأساتدة في الجامعة أعتقد أن الإشكال الذي دائما نصطدم به أننا من حيث توجيه الطلبة نحو الحياة العملية ما بعد التكوين نجد صعوبة أن الجامعة اليوم لا تقدم حلول بالنسبة لتوظيف الكفاءات الجامعية ولكن لما نجد قناة مثل النهار تفتح أبوابها لعشرات أو لنقل حتى مئات صحفيين سواء عبر القناة التلفزيونية أو عبر صحيفة النهار أو مختلف الوسائط التي تقدمها النهار نلاحظ أن النهار مشكورة في هذا المجال على إعطائها الفرصة للكثير من الشباب الذين يحلمون على الأقل اكتساب هذه الخبرة وبالتالي أصبحت قناة النهار مشتلة حقيقية للصحفيين المقبلين أو الطموحين لنقل الصحفيين الطموحين الذين قد يريدون فضاءات إعلامية أخرى قد تكون عالمية واليوم شفنا كثير من الصحفيين أننا اليوم كنا نراهم في بدايتهم في قناة النهار اليوم وهم موجودين في قنوات عالمية ونحن أيضا بدورنا نتمنى كل خير لهذه القناة وبدورنا أيضا نشكر كل الضيوف الذين ربما نلتقيهم في هذا البلاطو الذين يتعاملون معنا ويحفزوننا دائما من أجل المواصلة في هذا الدرب من احترافية في نقل الأخبار أشكر جزيل الشكر الدكتور محمد بنيط لأستاذ الجميع الذي كان حاضرا معي شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لكسي بيلال ولي قناة النهار نتمنى المزيد من النجاحات نشد على أيديكم كصحفيين شباب نحن دائما في الخدمة من أجل تقديم المساعدة اللازمة لأي صحفي خصوصا صحفيين الشباب سوف نكون دائما حاضرين شكرا جزيلا لك أشهر ما أيضا دكتور ردوان بالخيري أستاذ العلوم الإعلام والإتصاب جماعة شكرا جزيلا لك